بأدوات بسيطة يطمح أحمد ذو الاثني عشر عاماً أن يكون فناناً تشكيلياً إذ يصنع بالطين أكثر من عشرين شخصية كارتونية كل يوم وبتفاصيلها الدقيقة كافة أنا اسمي أحمد أملي اثماء السنة أصفى السادس طموعي هو أصلي فنان تشكيلي ومتع ساعة وطن العلاق أدخل على اليوتيوب أطلع سخصيات من اليوتيوب وأسوي أن باتين أطلع عمينة سخصيات ألتفزيون كارتونية وأسوي أن ألسى أسوي الدماثيل عمينة يعتبر والده أكبر داعمي في شغفه بالفن التشكيلي إذ يوفر له ما يحتاج إليه لصقلي وتطوير موهبته التي بدأ بها في الثامنة من عمره لا سيما أنه يشجع الآباء على تطوير مواهب أبنائهم بدأ أحمد عمل الطين الصناعي شخصيات كارتونية وجسدها بشخصيات يطلع على الرسوم ويعملها بالطين الصناعي يوميا طبعا يقدر يسوي 20 شخصية إذا متفرد بأيام الدراسة لا شوية يعني تدري الدراسة وماذا شوية يتقل شوية الجهد ماله قسمة بأن دراسة وبأن شغلة فنتعمل من الأهالي إذا الأطفال هم عنده يش موهبة يدعمونه وينومون هالشغلات البيهة في العراق أطفال موهبون منذ صغرهم وآخرون عباقرة لم تسلط الأضواء عليهم ولم يجدوا من يدعمهم فالطفل أحمد واحد من آلاف الذين يبحثون عن من يحتضن مواهبهم من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة